انت بغيت لتلقي كوبرا دي رأى ألف دو أورو بسي نورمال سنترو مايوفر لكش شنوك يوقع؟ تمشي الدر بشأنك تسرق ومنك تسرق تشد الدوسي ديال كمشا عندي صحابي قدامي كان قلس حدهم والبوفة تقدي قدامي في أوروط والغبرة تقدي قدامي ولكن أنا مبغيت أن تجهلك الطريق حيث تجهلك الطريق ما عاطيك ولو ما بغيت الوقت من دبت ثلاث سنين ربعة سنين خمس سنين مئة عام سننبس دكتري و سننسمى ساعد مغربي خدامي في أوروط ياسيبير لا تجيش أخويا لهاد البلاد قلس أخويا تقل المرقة في بلدك ومش قلس أخويا تقل المرقة وبطاجين حدامك وما تجيش الهنا لماذا تجيش الهنا بش تسرق واحد من السرانية بقي كان عقل ضرت في واحد المغربي غوت عليها قال له هاد الماكلة ما أعجبتني قلت له شوف أنا ما جيت في المغرب كان أقلب عليك ما تجيش تقلب علينا نعم نحن مسلمين لا نسرقوش نحن مسلمين لا نضربوش نحن مسلمين لا نتعاملوش بالخيب نحن مسلمين لا نضربوش الناس هذا هو الإسلام وأنا قلبي مجروح أنا ما بغيتش نبكي حيتاش إلا بكيت غان بكي دموع الفرح حيتاش كنشوف راسي غان نحقق الأمنية ولكن الداخل كان بكي حيتاش غادي يفرقوني من الكبدة ديالي كما تشوفوا الإخوان المستبعين ديالنا وصلنا لمدينة خيرونا اللي بعيدة شوية للمدينة برسلونة باش نتلقعوا بالأخ ساعد اللي عنده واحد حد القيصة ملهمة يعني نقدروا نقوله ملهمة وكت تخلي الشباب ديالنا المغرب هو يحاول يكافح باش انه يوصل تروا حد النبو فقبل ما مبدو القيصة الملهمة ديالأخ ساعد نحن نتعرف عليك أخي ساعد تقدر تعرفنا برأسك أولا شكرا للإشدافة ديالك اليوم مرحبا أخي ساعد أنا جيد ساعد بالإشدافة ديالك مرحبا اسمتي ساعد بالخدوش مرحبا مغربي مقيم بالديار الإسبانية منذ خمس سنوات من مدينة الراشدية من مدينة الراشدية من المدينة الراشدية من المدينة الراشدية هاجرت هنا وانا في العمر ديالي 13 مبين 13 و 14 عام يلا قفلت 14 الحمد لله اليوم عندي 19 عام في شهر 12 اللي جاي غادي نكمل 20 عام دابا الحمد لله كان خدم وكان قرأ وهو تستمر الحياة كبرت في السنترو جيت حارك جيت حارك بحالي بحلقة عن الناس جيت حاركت أنا في الزودياق بدرت محاولات بالزودياق غربت ودوست 4 سنين ديال القهر ودال العداب والشوق ديال الأم ديالي الحمد لله اليوم الحمد لله عندي الوراقات عندي الخدمات والقرايا ديالي ولكن هذا مجاش غير هكاك جاء من بعد واحد العمل اللي هو شق وشق 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 بالزاف هذا ما الذي سنطرق عليه حتى أي واحد وصل الى نيف يكون ضربة ليه حتى مارا هذا ما الذي سنعرف عليه القصة ديال الأخ سعيد كاما أخويا سعيد أنا مرحبا أنا سنعود لكل شيء خدراحتك يا خي سعيد سنقول لكم غير واحد الحاجة هو أنه هذا الفيديو أو لا هذا الوثائق أو هذا الوثائق ونسلم stepped up قبل ما أسمح لي أقعدتك سأقول لكم انكم في هذا الفيديو هادا ستتجعل جاء الحقائق ديال البلاد هذه ولجاء الحقائق ديال الغربة وعلش الناس كيتشردوه وعلش الناس كيوصلوه وغا نقول لكم شنو كيين في هذا البلاد هذا الفيديو هادا ستتمشدوه وتتصلوه للمغربة اللي بغاوا يتصلوه لهاد البلد حيطا ستعرفوه الواقع اللي لم تتقلش في عالي فيديوذ وما تقلش القناة اللي كي بارتاجوا اليوم غا تعرفوا كل شيء وحتى علاش الناس كي وصلوا حس كي نطلق الناس اللي كي وصلوا هذا الشيء كمعا بارتاجوا معاكم القيصة دي الأخ ساعدة تقسم على جوج دي المراحل المرحلة الأولى كيفاش حتى جحارق من المغرب كيفاش تسوفر كما أي واحد كيسوفر هنا في أوروبا والمرحلة التانية هو أنه كيفاش حتى وصل لأحد المرحلة اللي هو فيها دابا ولا إنسان ناجح في حياته ومحترم وكيقدروه الناس ساعد بلخدوش سوف نحضر على ساعد سوف نخلي رأسي ونحضر على ساعد بحالة أنا كنعرف القصة ساعد ساعد بلخدوش تزاد في واحد الحياة اللي هو شعبي ولد عائلة اللي هي بسيطة الأب اللي كان جندي وكان متقاعد ولد واحد الإنسانة واحد المرحلة اللي كانت مقاتلة أم ديالي كنسميها دبابة مقاتلة حيث قتلت من الأجل ديال الأولاد ديالها ساعد بلخدوش كان كيقراء وما كانش مساعفه الظروف ديال القرية دياله حياتي ما كانش كيعجبوه ما كانش كيعجبوش ما كيعجبوش الماط ما كيعجبوش الفيزيك ما كيعجبوش بزاف لقاء القرية والحاجة الوحيدة اللي كانت كتعجبوه اسمح ليه هو المواضع الاجشماعية فاشكين حقوق الإنسان الاجشماعيات الحرية هادي هادي ساعد وصل 11 العام كان عندي الأخ ديالي اللي اسمته حاميد اللي الآن كيتواجد في السويد أخويا حاميد اللي يقرأ واخوتي كان مني الأغلب يقرأ إلا أنا حياتي أنا أولي كان صغير كان الأخ ديالي حاميد متواجد بطانجة وبالضبط كان متواجد بحي مثل نانا الحومة ديال جعفارة كان سكن في العمارة تماما وكان خدام كان يكمل القرية دياله وكان يخدم ومن صغري ما كانش كيعجبني مثلا نشد عن دخويا أو تعطني الواليدة كنت ديما كيعجبني نجيبها نجيبها واخا كنت ديك العمارات باقي كان عقل كانوا باقي كان عقل حد الآن كان ساكن مصطفى اللي هو ريفي كان في فرنسا كان ساكن واحد الناس اللي كينين في هولندا وكانوا يجيو من الصيف للصيف كنت كان هبط كل صيف الطانجة وكنت كان قاعدوك الناس اللي كيوصلوا من الخارج كنت كان حاول من نية الله كنت كان عسى عليهم من نية الله كيوصلوا كان مشي لعندهم كان لهم عافاكم إذا قدرسوا أنا هبط لكم مثلا نهبط لكم ونطلع لكم الحوية للدار كنت باقي جون صغير وكنت ديما كان يخصنها ببطل الناس وكان شوفهم جابوا الشوكولات ويعجبني يعطيوني ذلك الشوكولات ولي يدوروا معي 50 درام ديك الساعة كنت عندي شي حاجة كنت كانش تديك الساعة 50 درام وكانها بطل المرصة مني كنت كان بطل المرصة كانت تلقى مع الدرار اللي تهم الدرار اللي تهمة العشق ديالهم هو الغربة ويمشوا الغربة وكانوا يخبروني وكانوا يخبروني ذلك الشوكولات وكل الفلوس إنسان قصير لا أعرف كثير من الحوية أنا كنا ندرع لأحد في عمره 12 عام وذلك الساعة ذلك الهوس ديال الأوروبا بدأ يدخلني وسبح الله العظيم الله أدخل في ذلك بتلاني به ذلك الهوس واجعل فيه واحد العشق ديال ديال البلاد يعني ركا تقول لي رغا ما غديش يوصل وأنا كنت أقول لك وفي ذلك الأم ديالي بقية كنت أخبرنا رحلنا المكناس لكي الأخت ديالي تكملت الدراسة ديالها وكنت كنت أقرأ في المدرسة اللي تسميت هارازي وكانوا الناس يعيطوا لي مالاقة لماذا كنت أقول لهم يلا نحرقوا المالاقة وكانوا يعيطوا لي مالاقة الطانجاوي كنت أقول لهم كنت أرى مالاقة من الطانجاوي واسموا عليها مالاقة باقي كان عقل باقي كنت أقرأ في المدرسة في اسبانيا وكنت أحس براسرة وصلت إلى ذلك البلاد كنت أرى مالاقة وكانت شابت مالاق فعلا والدها تضربني كنت أخير كنت أخيره وكانت أخيره لقد أرى تطويره وستخبطوا على الراس ويقولوا لي كان يبقينا هادراء الاسبانيا و قالهم كلا يبحث، نعم الأخ الذي اسمه أيوب كان الشباب نهضمه وردخيه و قالوا الاسبانيا لم يكن البداية نشهر و الحمد لله من بعضشهرين ذهبنا الناس لمجد المدينة والوالدة حتش ارادة لقد أردت خطوات الله الذي يكتبهم نردت خطوات سنقراء في الثامنة ومشت الوالدة لتسولي على كل ما يحرق في الأخر من قبلت 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 إذا كنت أريد أن تذهب إلى أوروبا لقد أقول لهم لا أريد أن أقرأ وإذا لم أقرأ قبلت أريد أن تذهب إلى الحبس لأريد أن أقرأ وكانت أحد الإنسان تقرأ معي بنت الدرب ومشت الوالدة لها وقالت لقد أردت أن تذهب إلى الحبس لأن في المواضيع الاجتماعية كنت أعجبني الحرية كنت أعجبني الحرية حر في الأفكار حر في المعتقد حر في أي شيء والوالدة تجهت أن تقبل الوضع ومشت الطنجة ولم تجد الحرق والله سبحانه وتعالى لقاها مع أحد الإنسان لأنها ستبكي عليها تقول لها عندي أحد سيد يريد أن يحرق ذلك الإنسان لقد أعطتها النمير للحرق ثم ستبدأ المواجهة للحياة للسعيد من بعد ما أقول ستجد النمير ونتصل به ونخرج ونخرج تحية كبيرة 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 الأم مقاتلة التي كفحت لكي تبقى أحدها ولكن مني رأيت أولادها وصل إلى أحد من الحالة سيضيع من يدها تقبلت الواقع ونريد أن توقف معك وخائرة من الكبدة ونريد 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 واحد لذلك iro أنني صعد لمérة مالك لذلك قلت وأنت أكبر أنني لذلك نجل لذلك انت انت حتى الإخير لذلك ابدا قد رأي لذلك الادت المؤمن وليس لم أصل إلى شيئ أخرى كانت تقلق حتى أريد أن أصل إلى الوقت وعندما أرى أن أتقلق الحلمي كانت تمنى أن أذهب إلى العسكر في إسبانيا وكانت أن أصل إلى الأرق لأن أذهب إلى العسكر في إسبانيا ومن بعد 4 سنوات وصل إلى إسبانيا فأنا قدرت أخبره لأنه هو من أجل المنزل وهذا هو مجرد ملاكي المغرب وهذا مجرد حلمي وكأنني قتلين قال أمي فأني أنت بأكس وإن أنني أخبرتني بها اصدقتك وأبدا فأنا أكون قناع لأنني قناع وأنني قناع و لم أفعل هذا المنزل ولا أضعتني وفي المنزل ولكن أردت أن أردت مجرد لا أريد أن نعطيه أحد أخبار من الشركة أريد أن أعطيه أحد أخبار من هذا المغربي ويوجد أن يحرق مغربي ويوجد أمام سيبيل أو بوليسيا نسيونال أسمحني أخبار السيئة أخسائيه هو أن نتلقي نوع من خلال فلاقارد الخيرونة كانوا بلايس التي نستطيعون نصوره فيهم ولكن لم ندقوا بلايس التي نصورها فيها نحن أصبح مغربي ويوجد أنت بأمامكم ومغربي ويوجد أن نصوره فيها لأنه يحقق الحلم كان نتمنى وكان نبكي في ألقاء لأن نعرف ما يمكن أن نصل الوالدة لا يوجد أن يشاغ بالنسبة للأسكار ولكن لدي ذلك الحلم لأنني أصبح مجرد ونحن لا أريد أن نصل ويوجد في هذا البلاثة لأنني لم أحرق إ LYS ويجب أن نحرك إيجاد وعاده بأنني تقاتل لقاء لي يمتلك بلاثة في هذه المدينة ويجب ان نكون ديواها في هذا المدينة أمي بحياتي يا مي بحياتي ألا أتمنى أنني أتمنى لي من لا يريد وقت من أصنان 3-4-5 سنوات مئة عام سوف نبس دكتوريه و سوف نسمى ساعد مغربي و سوف نتعاون مع الناس و ننصح الناس و نعطيه واحد الاخرين بالله للناس كنت من أنك توفيق ساعد في هذه الأمنية و هذه الأمنية ليست أمنية سعيدة لكي تكمي بهذه الطموه التي لديك و ستوصل و أنا أعجبني الإنسان الذي يكون في حالك يستطيع الهدف دماغه و رغم أنه يكون موحيط اللي سوف ننصح الهرس و الأن يستطيع مستطيع الهدف دماغه و يكمي لم تتمكن من المغادرة و لذلك تكافح و تصل ل هذه المرحلة التي تريد أن تصل لها ساعد بداية المرحلة اللي الحركة في زودية حركة في زودية لديك محاولاتها من زودية والأخرى سوف نعود لك عام جسد و ندخله كامل في الموضوع سأعود لك أحد الشيء الذي سيجعله تبيعا قليلا أخي حميد كان الحمد لله تزوج بالإنسان الذي كان في كل نهار يجب أن يعرف الواليدة عن هذا الإنسان الذي يزوج بها والواليدة طلعت عن دلتانجة يجب أن نرى وحشتني قلت لها ونرى 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 وإن ما لقد سادثته سأستطيع التعين مع أخي الأخي ماذا تصبح الأخي الذي قام به ونرى أشخاص أمي وهذا سيزوجه عدة سعود إلى جلب ومن المافياء تصوني على لك وكذلك قلت لي أن تكون هذا المكان في الوالد على حسب الحريق وانا أرى الوالدة تسمعني والدموع في عينيها وأنا قلبي مجروح أنا لم أريد أن أبكي لأنني سأبكي دموع الفرح لأنني سأحقق الأمنية ولكن الداخل سأبكي لأنني سوف يفرقوني من الكبدة كان عقل كانت عندي 10 ألف ريال في الجيب رأيتهم كاملين لم أسلمت على أي شيء قطعت عليه وشدت تاكسيل البرشيفة ولكن الوالدة كاتبكي كاتبكي وسمعت في الكبدة وشدت تاكسيل البرشيفة هذه الأول كان عندي تاكسيل البرشيفة وحاولت تاكسيل المافيا قلت له الله يجزك بأخير ندوز على مسننان نحط التاكسيل البرشيفة ونمشي معك قلت له أنا هديتك نفسي وهديتك نفسي للبحر وأنا سأذهب معك أعطيت للبعسس تاكسيل البرشيفة ومشيت بقى كان عقل كان نحاول المحاولات فتح الضرط نحن سأذهب إلى تروت وقسم الله نحن سأذهب إلى تروت وأنا راكب وقسم الله وقسم الله وقسم الله وقت معقد وتحق وقسم الله وقسم الله ومشيته سوف يتقلب و ترون هذا سوف تتورك و سوف يتبعونه سوف يتبعونه سوف يتبعونه سوف يتبعونه و أنا كنت أرى كل الأولي يجر جر بالدموع و قلبي لم يتغلق و زاد بيام المافيا زاد بيام المافيا و لم أحبش و هذه الساعة لم تتخرج و رجعت من تهضر حتى لمسنا على رجلي و جيشت للعمارات و نرى الوالدة و أنا غيس لأن تقلبت بنا أنا غيس و جاي و نرى الوالدة و لم يترجم و لم يترجم و لم يترجم و لم يترجم و طلعت و قلت لي يا سعيد ألا تكرر و و أقول Judas لقد قلت لي يا أبي لا تقرأس سعيد سعيد 5 مليون سعيد قلت لي سعيد 5 مليون سعيد دعني نحل لك شيء محل و قلت لها يا أبي قلت لها بشلحة سأقولها بشلحة قلت لها ضيعة الدود قد قسمي زارين ثلاث ترجمي الدورتري قلت لها أمي قلت لها سيريس سأصل لك إلى البلاد أردت البنية أو لا أردت قصة غريبة في هذه المرحلة كاملة نعم أبي 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 لا أحكى أسأل أبي أبي كما أبي 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 التي يصبح أبي 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 لذلك أبو بحر عمو أصبح أخوة سعيد أخوة سعيد لا يمكن أن يكون الأب مقاتل المسؤولية هو كان هكك لأنه كان الكثير من الأباء المغاربة يكون هكك أصبح هكك أخوة سعيد أخوة سعيد أخوة سعيد هذا شيء يقلق المسؤولية أخوة سعيد لم تكون رجل أخوة سعيد و كان أب يرميك أخوة سعيد أخوة سعيد أخوة سعيد أصبح أخوة فعر و أحبري دفني أخوة سعيد بل أخوة السعيد أخوة سعيد أخوة سعيد سوف نكون قاسح لدي ابن سوف نكون مسؤول عنه في القرية وخدماته وفي أي شيء سوف نكون مسؤول عنه أب ديالي كان احطاره ليس لديك العقرية دياله ربما حتى هو كبر في واحد الجو الذي ينهكك وذلك الجو أطصر عليك والله هكك كان فهمه في جميع الأحوال كان فهم ديالي لأب ديالي وكان قوله ليس مشكل أنا الحمد لله قدرت أن نوصل سعيد لي اليوم أنا سعيد والحياة كانت مشي القدام لم يكن لدي شيء مشكل وكان أستطر بأن الأم ديالي هي اللي كفحت على قعل أخوين ديالي باش أنهم يكونوا كماليومة نحن دفنتكت هدار وانا كان تخيل يعني من بعد ما حركتي وجيتي وعدت الوراق كان تخيل كيف كان ذلك اللقاء ديالك مع الأم ديالك كانت مصفت الفيديو الأخوك يا الأم ديالي كانت علي نتخف لي جمعتها لي الجوقة جابت لي دربيت مرات كاملين جابتهم لي باش يشوفوا دك دك سعيد لأم ديالي كنت كان بريها بزاف ولحد لأن كان بريها بزاف الله يخليها لك خي سعيد إن شاء الله أمه 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 موسيقى 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 أول حبتها في توتتتها المغرب موسيقى 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 4 سنين وأنا كبر في سنترو 4 سنين وأنا كان عاني نورمال موساز كملت 18 عام سيك؟ كملت 18 العام في 24 في الشهر 26 في الشهر عندي البويلو يعني فيه ما يقتغي الطيارة؟ ما قدرت أنصبر كان عندي الحق بشأنني نأخذ بيسو ونمشي بيسو ويتهلو فيها الحمد لله ختم 18 لعام 2018 بشأن يكون عندي واحد الفلوس باش نقدر نقدر هذي ونقدر هذي قالوا لي ساعدة جين نعطوك بيسو ما سمشيش للمغاربة قلت لهم أنا نشوف الأم ديالي حسن من البيسو هنا هذي النقطة هذي غدت أخذنا الجزء الثاني من القصة ديال الأخ ساعد بدون المرحلة الثانية كيف هذي سوفريتي وكيف حتى قدرت توصل للمرحلة اللي انت فيها دابا وهذا الطموح اللي انت عندك أول حاجة غدي نسطر عليها وكنتمنى هذي الفيديو يشوفوه بزاف ديال المغاربة واخد راح واخد كامل حرية ديالك أول حاجة غدي نسطر عليها هو الإنسان إلا بغي يوصل خصوه بعد من الأجواء اللي هو كان فيها حنا المغاربة عندنا تاقة فازوينا وكن نظن باللي عندنا واحد الدين اللي هو الإسلام دين على حق الحمد لله أنا تربيت أسل النصارة وفي المدينة فاشينا ساكن لا يعطي لي ساعد يعطي لي جوردي حيث كان هذر باللغة المزيغية وهي كتالان يعطي لي جوردي حيث تعاشرت بزاف مع النصارة الإسلام دين على حق ولكن المبادئ المسلمين لم يكن على حق لأن الإنسان يصل هنا ويبدأ الحياة ويخصوه بعد من الناس اللي كانت تامي الديانة لأنه لم يكن تتامي على حق أنا أعطيك أمثلة بسيطة لأنه ستعرف أنه لم يكن تتامي على حق نحن الله سبحانه وتعالى قال نخصنا نصلي وقال نخصنا ندير الخير بعضياتنا ونبغي وننصلي ندير الخير وننكره هذا شيء يقول الإسلام ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت دعونا نحن صليه ولكننا نحن نطلقه وكنه في أي وقت للقلب لدينا غير الخير وكان صليه وكان عبدهن مولينا وكنه في أي وقت نريد شر إلى أخر هذا هو حواج يا الله سبحانه وتعالى كيف يقول في الكتاب الكريم كريم تقول لا يبدل الله قومين معتوها وليس هكى لا يغير الله قومين حتى يغيرهم بأنفسهم قولها لي لا يغير الله ما بقومين إلا ما يغير ما بأنفسهم نحن لم نتغيره لأن نفسنا ليس غيره نحن أهكى صليو و أهكى عبد الربي ولكن نسينا أن الله سبحانه وتعالى ونصنعنا ندير الخير بعضياتنا ونرحمه بعضياتنا كيفاش انت بغيتي توصل بعيد وانت الاخ ديالك مسلم ما بغيتيه شي خدم وما بغيتيه شي دير الوراق والاخ ديالك مسلم كتعرفه أنا كنعرف الناس كتعرف بلي بزاف ديال المغاربة ديالنا وسط الشركات وسط الفابريكات كي تبرقوا بعضياتهم واحد يمشي عند الوحر ويقول له رفلا نجاب الساعة معطلة وهذاك خوك مسلم هؤلاء الناس اللي نسميه هم حناية كفار ويأكلوا الحلف ويشربوا ويزنيوا هؤلاء الناس إلا بغيك يقول لك أنا بغيتك وما غديش نضرك وإلا ما بغيك يقول لك السي إلياس طريقك وطريقي ماشي بحل إلا كنت تجمعنا واحد الخدمة سوف نديروا هذه الخدمة وأنت سوف تشد طريقك وأنا سوف نشد طريقي نصارا ما نسميه على اليوم كفار إلا بغك را بغك ما بغك را بغك ما بغك را كي يقول لك يقول لك فلا أعطيني تساح الله رحمك ما غديش تشوف منه لعب سوف تشوف منه غير خير المسلمين الذين يصليوا يقرؤوا القرآن ويعبدوا السيد ربي هذه الصلاة كاملة لا تقوم بها وفي الواقع يجب هذه الصلاة تنهيها عن المنكر ولا تنهيها عن المنكر المنكر بالنسبالية ليس هو تساكل الحلف ليس هو تشرب المنكر بالنسبالية أنك تقادي أخر هذا هو المنكر بالنسبالية هذه النقطة فهمناها هناك نقطة يا سعيد هو أنه نصارى مهما كما كانوا كما كانوا يتعاملوا معه يبقى نصارى ما يقول ما يقول يقول لك ولن ترضى عليكم النصارى واليهود حتى تتبع ملتهم سمح لي لكن قلتها غلطة لكن المناع إليس لا تتفق معكم لماذا يا إليس أولا هذه النصارى نحن المحتاجين ليس هؤلاء نحن المحتاجين ثاني أخويا إليس كبرت مع النصارى لم يكن نصارى لم يكن ما يقول أن يكون الحلف أو أن يكون الشراب الشراب والحلف الذي نسميه ملتهم أطلع من أن نفعل هذه النصارى لم يكن أعطينا المساجد ونعطونا القانون للحق لأننا يكونوا عندنا مساجد هنا ونصليوا فيهم ونعبدوا الله ديالنا بالنسبة للجوامع أو المساجد اللي هما بنوهم هنا رهما شيء حيث هما دروا فينا بليزير كي خلقت بني جامع هنا أنا ما كنقول بليزير أنا كنقول هاد الناس كون كانوا عنصريين خي يقول الكشير فرام غاد صليش هنا حتى تذوق لك مثلا لا تصل بشي هنا حتى تعرف انهم او تنيرا عندهم احد الفئة ديال الطائفة ديالهم عايشين في بلادنا في المغرب عايشين في جزائر عايشين في تونس عايشين في قاعد الدول العربية فالإمارات تقول لكم بحكم أنني عايش في الإمارات كيين بزيف ديالكنائس في المغرب كيين بزيف ديالكنائس حسنًا. يعني هم بحالة اتفاقية لأنه تجعل الناس دياني عيش ويجعل الناس دياني عيش. هم كيبري. ويقول لك بللي مكين العنصرية. أنا الحاجة التي أريد أن نصطر عليها ويجعل أن نصح بها الناس المقبلين على الهجرة لا يهمكوش العنصرية. كونو إنفوكادوس. كيف أقول لك إنفوكادوس؟ يعني شاد دين في الهدف ديلكم. إلا أنت عندك واحد الهدف ويجعل أن تصل له. لا يهمكوش. هذا ما سيقول. كيف أنت مسلم؟ أو أنت مره؟ أو أنت مره؟ أو أنت ميغرانتي؟ لا يهمكوش. إلا أنت تبع الهدف ديلك. إلا أنت تصل له إلى المستوى ستأتي وتقرأ وتسد ودنك. سد ودنك. لا تسمع لا المسلمين لا اليهود. إلا أنت تقول لي ميونير. ستأتي وتتخدم وتتخدم بالليل وبنهار. لا تسمع شيء واحد. لا تسمع شيء واحد. لأنك تقول لي ميونير. إلا أنت تقول لي ميونير. ستأتي وتقرأ وتسد ولم تسمع شيء واحد. لا يهمكوش. لا يهمكوش. فت عليكو عنصرية. لذلك تتحطي فرصك. العنصرية. لو أنها عنصرية. لو أنها لا يقبلوني. لو أنها لا يريد. ستأتي وتتراجع. ويقول لك الخوف. هاجم عليك. أنت هاجم الخوف. لا تقرأ. لا تقرأ. لا تقرأ. تبع الهدف لك. لأن الله سبحانه وتعالى إلا أنت الله يقول لك تقرأ السبب. وأنا سأعطيك. كل شيء يبين في الدين. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تقرأ السبب. لا تقرأ في العنصرية. لا تقرأ فيهم. سأعطيك. ما سأعطيك؟ إنه الله هو رزق. وليس أنت الله أنت الله. هو رزق. ولكن أنت الله غير سبب. إلا واضح سبب. ولكن أخي سعيد. نحن محن بمسلمين وعنوا على ديننا نظرنا. نحن نشاهدك حالنا وخاطرنا من تراية ألف آخر؟ من التراية في التعامل معنا بمنا بصورية. لا نقول لهم شيء وإن كان يتعامل معهم نحن في البلدنا لا يوجد طائفة المتطرفة التي تتعامل معهم باسميتهم حتى حمرها عندنا هما عندهم و حتى أنا عندنا حتى نحن عندنا فقهاء التي يقول لك إنهم كفار و هذي يمشون بلادهم يقولون لهم الكفار الذين يزمروا بحالكم بلادهم تحمرها عندنا الحاجة التي يجب أن نكون فينا أخي إلياس هو أن نكونوا واقعين هنا أحد الحاجة يجب أن نقتنع بها و كما قلت لكي نكملوا مثلا تلقيت مع قاوري و تلقيت مع شواد عنصري و أريد أن يفرض عليك ذلك العنصرية لا تحاول جدل فيه تقول لكي أنك صح و أكمل تقول لكي أنك صح و لم تتعامل معه كان هناك كلمة اسمتها مجادلة الغبي من الغباء نعم هذا العنصري لا يكون غبي لهذا أنا كنت أسميها مجادلة الغبي من الغباء إذا أنت تجادل أحد الإنسان الذي هو أصلا غبي نعم تقول لك صح و زيد صح و زيد لاحق أنتم مسلمين و كذيروا إياه أنا جيت نخدم لا تأتي لكي أن نشرح معك في الإسلام أريد أن الإسلام سرح القرآن و سرح القرآن و سرح القرآن و سرح القرآن لا سنعلم الكناية الآن ما سنعلمه هو أننا سنتقيا و سنتقيا بالصح ما سنعلمه و سنعلمه و أول داخلي كتجيني الغيره هو أن الإسلام لا تسرقوه و لا تكذبوه و المبادئ يكون فيها معاملة حسنة و كاللقاء الزبولة التي سنسميها أنا أحرقا بحالي الذين يأتي للإستانسيون و يسرقوه ماذا؟ نصراني مني كنت تسرق يقولك و هذا الإسلام الذي يقول لكم لا تسرقوه كيف أريد أن تعطي واحد الإماخين على هذا الإسلام و أنت أكذب واحد الحاجة لذلك الإسلام لا يقوله و كنت تفهم أنا بزاف دي الأخطرات في الخدمة نصارك يهضروا معي يقول لي أنا كنت كنقراء على الدين و كان يعجبني لحل نرجع للدين و لكن Germani نقرأ بحال ماهواتين و ماهواتين و ماهواتين يسمعه أفضل Reform تسرقوه أنא ماهواتين تسمعه ماذا التوضيف لا تصاركوه لماذا تصاركوه أنا للقادرة فصلت و أجد الشيط pilots الحماري يجب أن ترى في الفيديو وحده في وسط المترو ماذا؟ شطحي ما رأيت شوف مواضيع ما أقول لك هذا ما تقول لك هذا ما تقول لك نحن نجعل الإسلام للأجن نجعل الإسلام للأجن ماذا تأثير هذا؟ ماذا تأثير هذا المغاربة التي تسرقون هذه المغاربة نحن مغاربين لأن هناك طين وحجر تأثير لكن تأثيره لم يكن يضرب القلب هذا هو العدو كما نقول لك يقول لك العدو لا تضع الباب فينا لضربك نعم نحن نضرب وعندو لا يمكن أن نضرب الباب ونحن نجيو كما ينضبطون نحن نجيو ونكون مسلمين لا يمكن أن نصرقوا نحن مسلمين نحن مسلمين لا يمكن أن نضرب نحن مسلمين لا يمكن أن نتعاملوا بالخيب نحن مسلمين لا يمكن أن نضرب الناس هذا هو الإسلام لا يمكن أن نضرب لا يمكن أن نضرب رومانوس 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 هم مسيحيين من ديانة هذه النيف يمكن أن يسرقوا بسفة أنهم مسلمين تلبس لك الفولار والحجاب والعاباية على أساس أنها مسلمة المسيحي أنا أقول لك أن هذه الناس هذه الأشياء خيبة فيهم يجمعون 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 هم يخيبون كل شيء أنا أقول لك أن نحاول نحاول أن نربي والمبادئ بالشكل الذي أعطى هذه الناس وخدمه ربنا على هذا الشيء ولكن نحن هذه القصرين الذين يأتي ويسرقوا 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 ويعطيوا واحد الملائم وعلى الدين ديالنا هذه النقطة التي قلتها بأنتك نرى أحد الظاهرة هذه نرى ونعيشها بثافة مع الناس هنا نرى المينوريس أنت قصر وقرأت وخذت وريقاتك و الحمد لله نرى الأم ولكن هنا نرى الظاهرة القصرين يتابعوا طريق البلياء مخضرات السرقاء مع أن الدولة توفر لهم كل شيء ساكن واكل شارب ناعس و تقول لك بطريقة تأخذ وريقاتك تكمل 18 عام مع أنتك بيسو في انتسكوين ماذا أنت بحكم أنت ماذا أنت ماذا هو رأيك أو ماذا سبب لك تجعل القصرين الذين يأتي هنا يتجهون الطريق السرقة والطريق المخضرات في الأغلب الأحيان يتهمون هذا الناس بأنهم عنصريين وأنهم لا يعطون لهم فرصة لكي تشدوا المراق الله سبحانه وتعالى يقول في واحد الآية وَلَا تَلقُوا بأنفسكم لتهلك نعم الله سبحانه وتعالى ويقول العظمة الله ويقول لك لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلك انت منك تجي ويعطيك واحد اللبسة ويعطيك واحد القراية ويعطيك واحد البغة كل سمانة ويعطيك ويقول لك نعم ويعطيك الوراق ويعطيك الوراق تخرج من البرة ويعطيك تلبس حوايش لكي تخدم ويعطيك كيف يريد أن تقوم بها؟ يقول لهم كل ملابسين تاين وتخبخ كيف يريد أن تقوم بها؟ تقوم بها كوبرا ألف دول أورو لا يستطيع أن يقوم بها لا يقوم بها ما يقوم بها؟ يتحرك كما تسرق ومع أن تسرق تشد ويعطيك لماذا ترك في الدماغ لأنني أخذني لبس الكوبرا لكي يرقى الأورو لماذا لا يكون بحال سعيد لا يقوم بها لا يقوم بها لا يقوم بها أنا إنسان أربيت رأسي على القناعة أنا أحد الإنسان هذا الحواج هذا هذا السبط شريته في شهر 12 ومن شهر 12 لم يجب شريت سبط لماذا أنا إنسان قانوع أنا إنسان قانوع الذي أعطني الله كان نشدوه ونقنع به صافي لن أتعند مع أحد الذي يخدام أو أحد يسراق لكي أرد أن أخذني منه المهمة عندي أنا هو الداخل لا يقوم بها كيف سنبلد الناس هؤلاء الناس يوفروا كل شي ولكننا ليس قانعين والشيء الذي يجبنا نسرقه ونمشي ونتغبره ليس قانعين لا يقوم بها لا يقوم بها سيديب 10 أورو ما يقوم بها لا يقوم بها يقوم بها لا يقوم بها لا يقوم بها لا يقوم بها كله لنسرق لكي نسرق لكي نسرق لكي نقوم بها وشنوك يوقع اليوم؟ ماذا يوقع؟ إذا وصلت 18 عام الشريف تتعرف رأسك لكي يجبك حيث في هذه البلاد سبحان الله العظيم أعطيها الله والذين يطير تتعرف لكي يجبك لوراق لا ديبلوم لا تشي حاجة كتولي مغبون باش تنسي الهموم ديالك خصك تمشي للدروغة واشنو كيوقع مني كتبت الكسل والكستاني كتلقاك غرقتها ودست خمس سنين ودست ست سنين من بعدك الكستاني والكستاني كتلقاك الكسرة هما دلك والو خصك تشوف دروغة اخرى باش انا كتنسى كتتجهل الغبرة ولا البوفة عندي صحابي قدامي كان قلس حداهم والبوفة كتتقد قدامي في أولود والغبرة كتقد قدامي وممكن نديرها فابور ولكن انا ما بريتش انتجهل لك الطريق حتى تشجي الطريق ما عاطيك ولو اول حاجة كتنسيك في الهموم ديالك والسنين كتدوز كتطير وما كتلقى حتى شي حاجة هذه الشاشة انا بريتك توجه واحد الناصيحة لذلك اللي بغوا يجيوا قاسرين لماذا؟ حتى تتفرجوا فينا الناس اللي هما الشباب قاسرين حتى دوزنا واحد الحلقة مع واحد الاخ قاسر وكانك تفرج فينا في المغرب وجاء هنا ودخل السنتر الحمد لله يعني بحالك تتجه طريقة القرايا ودارو حد كورسوخ دوري قاسر فكتفرجوا فينا الناس اللي هما شباب قاسرين وما شباب كبار وكتفرجوا فينا الوالدين اللي هم مقبلين باش يسايفتوا ولادهم قاسرين الهناية باش يعدوا الوراق فبغى تتوجه لهم واحد ناصيحة باش هما يعرفوا شنو كين يعني بالنسبة لباغي جيل سنتروا هاش نوخسك تدير باش ما تبشيش لك الطريق هاش نوخسك تدير باش تمشي لها الطريق انا كنقول شوف الغربة مني تجي تزير في ثلاث سنين اللي أولا شد بها بيدك وخيكون الدموع وخيكون الوحش وخيكون اللي بغى يكون شد بها بيدك وزير على راسك حيث هاديك هي ثلاث سنين فاشكات بصم ومستقبل ديلك علي اش كنقول هاتشي مني تجي ما تضيعش راسك لا تجعلش الوحش يجعلك تمشي تجمع مع المغربة التي هم بحالك وتقلس معهم وتهضروا لهاتي وحش المغربة ولكن عمر وقتك تعلم اللغة تصير تعلم اللغة تصير تدير ديبلوم تصير لا تدابش مع المؤطرين لكي يخيبوا لكي تدوسي لك لكي لا تشد الأوراق وحتارم واحد النصرانية كان عقل وقلت في مغربة وقلت له الماكلة لم أعجبتني قلت له أنا لم أأتي في المغربة لم أأتي تقلب عليك معنيتها قلت لك حاولت لك حاولوا تصبروا راه الله سبحانه وتعالى نبيلنا كل شيء الله يقولنا فلا تلقب أنفسكم إلى التهلوكة والله يقولنا إن الله مع الصابرين راه الله يقولنا الله يقولك صبر غير صبر راه الله سوف يفتح عليك أنا كنت كان بكي بالليل وبالنهار حيث كنت كان توحش الأم كنت كان بكي حيث كنت أكل مزين كنت كان بكي حيث كنت أكل عراقي لو وصلت إلى واحد وقتها باقي ما تقدلوا لي الوراق من كثرة تتخمم بدأ هنا بدأ شعرك يمشي لي بدأت أن أخمم وصبرت الحمد لله أخي سعيد هذه هي النقطة التي قلت لها دافنتا هذه السيدة التي قلت لها قلت لك أنا لا أجدت لك لن أجيبك لن أجيبك لن أجيبت لك الماكلة فيها الحمد للحلوف لا 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 هذا هو ريض لم يكن ما أطرق إن أجيل المسلمين لأن المسم المسلمين لأنك تر워�ت طيب أخي ساعد إذا كملت هذه المدة في السينترو ورأت المهمة التي يجعلها لك سنرى الفيديو الذي سيفت الأخي علي لا يوجد مشكل رأت المهمة هي الشوق الغربة أب خير رجعت ماذا قد رجعت من رجعت بالمعنى العام حاليا كيف حياتك أب خير رجعت هذه الأشياء يجب أن تعرفوها الناس التي تعاملت جيدا في السينترو وقرأت لديهم واحدة المساعدة لم يكن أعطيها لي سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين دفعتها وأنا باقي في السينترو جاءتني مجموعة في الأول ومن بعد بدأوا يعطيوني سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين كانت عندي مدة ثلاث سنين حياتي أنا جيت في 14 العام الناس التي تأتي في 17 كانت تكون عندهم غير مدة عام ولكن مزيان مثلاً تسنية وربعة شهور أو عام كانت تأتيك مثلاً في دقة خمساد مليون يا شوف أنا أقول بالليل اللي جارع عندهم مستقبلي لابا رغمها يخليهم ميديا والكتخيل معي وكانت تخلصها حلقتك حلقتك ومع طبقها ومع طبقها ومع طبقها ومع طبقها ومع طبقها ومع طبقها أنا دابا كان أنت دابا أعطيك هذا الموضوع أنا كنت كان دفعت القرادوميديو ديال إلكتروميكانيك وما تهزيتش حجاش كانوا بزاف ديال الناس ومن بعد جاب لي الله واحد السيكل ديال العام واحد ديبلوم اللي كيتدار في عامين كيديروه في عام باش أنني كان خدم ثلاث أيام وكان قرار يومين وكان خلصوني يعني هم يخلصوك وكان يقررونك وانتا خدم خدم في شركة الطاقة الشمسية وهذا ديبلوم هذا فيه كل شيء وهذا ديبلوم هل يريد أن يقوم بأي مغربي مثلا عنده الوراق يقدرونه أي واحد يقدرونه إلا عنده لائسه إلا عنده كثير يماني إلا عنده كثير يماني إلا تقدر كثير 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 يماني والناس تخلص بها بزباب الفلوس وما عنده كثير يماني فوراس كاينين كثير يماني باقي كثير يماني باقي كثير يماني وخدم في نفس الوقت وخدم في نفس الوقت وبالنسبة للوقت ما يدهمني بالنسبة للموضوع الوراق ديالك حاليا شنو الوضع يلي عندك حاليا أنا عندي الوراق ديال خمس سنة وقلت لي دافع الجنسية دافع الجنسية قبل ما نخرج للسنترو في المراحل أخيرا أنا في القوبول باش أنينين شدة أنا في القوبول باش أنينين شدة جيزة في 14 عام وعندي الحق باش أنين شدة ودفعتها يومين قبل ما نخرج من السنترو ستقدروا تسألوا كيف أشتاء أنت يالله جيتي داربة في عمرك 14 عام عندك 19 عام يعني يالله عندك خمس سنين في هذا البلاد كيف أشتاء دافع الجنسية وأنت ممجووج مواله الجواب هو الأخ سعيد رأي عود لي أنا أنه إلي جيتي في عمرك 14 عام 13 عام يمكن تلك 15 عام حدك ماكسيمو 14 تقرار كاتر ياماني هنا يعني تبدأ معهم من الإعدادة كنت أسميه هنا عندما تقرارك الإعدادة يقرارك التاريخ في البلاد يعني هم لماذا يعطون الجنسية للناس هم هم لماذا يعطون الجنسية للناس الذين يعرفون التاريخ يعني أنت منهم يعني أنت منهم يقول لي أنك الحق أن تأخذ جنسية بعد خمس سنين نعم لماذا إحنا مغربة يقولون لنا تم بعد عشر سنين إذا انت فقط 18 عام حيجاج ما عندك شكاتر ياماني وما عرف الثقافات ديالهم وما عرف التاريخ ديالهم يقولون لك يعني عشر سنين كافية لكي تعرف التاريخ دياله وكي تحتارم التاريخ ديالهم نعم مني كانت تتجاه في 14 عام كانت تقرار كثرة وكثرة وكثرة كانت تتعرفة تاريخ ديالهم معني يتنسى في ختمته كل شيء وطماتيك مو كتتأضابطة معهم برقتت أضابطيك هاتشهد أوليكيين وهذا شيئ له في اللي هو لقى الأخ ساعد بالليه إن شاء الله يدخل الحلم يدخل الجيش الإسباني ومن بعد الجيش الإسباني سيقرأ ويدخل الجندرم وهو الوارد ياسيبيل إن شاء الله إذا كان عنده جواز سفر مغربي لا يمكن أن يدخل الجيش يجب أن يكون لديه الناس يونالي هو في الأواخر إن شاء الله أنا في الأواخر كل نهار كنت دخل الابليكاسيون بس نشوف وش خرجات قلبي ديما يتراعد حيث الحلم لن ندخل كما قلت لك ونعمل في الجيش الإسباني ونعمل 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 سأتبع هذا الوصول ونعمل ساعد هذه الحلقة التي كنا صورناها هل حلقة مشوقة وتعرفنا عليك وتعرفنا على الحياة وتعرفنا على الحياة الأسرية وكيف تجعل صفريتي والحمد لله كما تتحرك بريقاتك ونتمنى لك بمجرد وكيف تتحقي ما تتمنى أنا جدا ساعد بالإشطافة ونعمل وأعجاب والإحترام والإحترام لرجاء وأعجاب ونعمل وأعجاب أول أعجاب أن أعجاب أن أعجاب في هذا البلاد ونزلنا على وعد بأننا مغاربة أحرار سنبقى دائما مغاربة أحرار ونمشوا إلى البوليس ونمشوا إلى ما يريدون سنبقى دائما مغاربة سنبقى مغاربة كما قلت في الأول أنا مهاجر مقيم في الديار الإسبانية وكنت من المغاربة يحسنوا السلوك وكنت من المهاجرين القصيرين وأنهم يحاولوا ويزيروا رأسهم ويحاولوا يديروا شيئا في هذا البلاد ويحسنوا الصورة المغربة حيث عني تعطيه واحد لا تعطيه شرر لرأسك وكانت رفعوا ذلك الرأي وكان يقولوا أننا مغاربة درنا شيئا في هذا البلاد كين مغاربة أعطوه وكنتمنى العطاء يكون كثير وكان معكم ساعد فالخدوش من مدينة قلميما وكان معكم الأخ إلياس الله أحفظك أخويا شكرا لأخويا ساعد إن شاء الله يكونوا يخي وهم الناد من بركة وجهوا تحية كبيرة كبيرة الناس ديال الراشدية الناس ديال قلميما وتحية المغاربة فين مكانوا من الطنجة إلى تلقويرة والصحراء مغربية